في سلسلة قديمة جداً ولها جمهور كبير وعريق جداً برضو اسمها إليينس أو الفضائيين بدأت في سنة 1979 وما زالت مستمرة في النجول إلى هذه الأيام مش سلسلة مكملة لأحداث بعض لا إنما يعارفين إيش كل فترة كده تنزل قصة مشتقة من نفس الفيلم في الفضاء وفضائيين وزي كده فكل فترة كان ينزل فيلم يا جماعة مرة يطلع كويس الفيلم مرة سيء مرة خربوطة مرة حلب ولكن بحكم خبرتي المتواضعة يعني أنا مش فانز للسلسلة هذه تابعت منها جزء واحد اللي هو جزء برميثيوس وكان مرة خارق ولكن بحكم بحثي المتواضع وشعبية العمل هذا الجزء الأول والجزء الثاني من سلسلة إليينس كانوا مرة أبطال باقي الأجزاء كانت شيختك بختك مرة يطلع كويس مرة يطلع خربوطة الجزء اللي كان اسمه برميثيوس مرة رهيب لو تحبوا تتابعه برضو بشكل عام يعني إذا انت من محبية فلام الفضاء والمخلوقات الفضائية جرب تعطي سلسلة إليينس فرصة ممكن تعجبك لأنه حاليا وفي هذا الأسبوع نزل جزء جديد لهذه السلسلة وكان بعنوان إليينز روميولوس توقع روميولوس يا بروميولوس وللأمانة أنا باقي ما تابعت الفيلم وزي ما قلت لكم مش فانز للسلسلة هذه فما أدي ممكن أتابعه ممكن لا ولكن على حسب ما قرأت تقييمات ومراجعات الجزء الجديد اللي نزل ذا مرة مرة تقييمات بطلة غير أنه الفيلم إلى الآن محافظ على تقييم سبعة ونصف من عشرة واللي يعتبر تقييم جدا ممتاز ويخليك تتحمس فعلا أنك تروح تتابع الفيلم وغير التقييمات والآراء الإيجابية حول الفيلم الفيلم قدر أنه يجمع أكثر من مئة وعشرة مليون دولار في أسبوع واحد وبالحديث عن الملايين يا جماعة فيلم ديدبول أند وولفرين وبعد أربعة أسابيع من الخبط والتخبط فيه والله مو متخبط أنا اللي متخبط بعد أربعة أسابيع من عرضه في صلاة السينما الفيلم قدر أنه يجمع إيرادات تجاوزت المليار ومئة وأربعين إذا ما خبضني الفيديو الأخير كانت مليار ومئة وعشرين مئة وخمسة وعشرين وإجابة للسؤال اللي كثير قاعدين يسألون إياه يا وجيه طيب متى بينزل الفيلم بجودة عالية متحمسين لفيلم ديدبول وولفرين كان ودي أزفلك أخبار حلوة وقل لك الفيلم بينزل قريب بس والله يقدامك شهرين تقريبا حتى تلطع شهرين وتشوفه بجودة عالية في شهر كتوبر بإذن الله فإذا ما عندك سينما الله يعينك ما معاك لا تنتظر وإذا في سينما حوالينك روح تابع الفيلم واشتري دماغك شهرين أو انتظر شهرين براحتك وفي أحد اللقاءات القريبة يا جماعة سألوا جورج آر مارتن كاتب عالم أغنية الجليد والنار المشتق منه مسلسل Game of Thrones وآلة تنين وقالوا له لو في شيء ودك تغيره سبق وصار يعني حاجة كذا ودك تغيره في روايتك في الكتب اللي كتبتها إيش بيكون؟ أنا قلت بس الحين الولد بيسري على المسلسلات Game of Thrones وآلة تنين وانا ويش خلاني أخليهم اقتبسوها لا على العكس تماماً الأدم يشطح في مكان ثاني قال أنا لو بيدي حاجة الحين أنا لو أقدر بس رح أنهي أم الرواية دي ولو في شيء بغيره في الرواية أني أنهيها حرفياً أبغى أنهيها واضح أنه العام جورج مرة مضغوطة يا جماعة غير أنه شايب مرة كبير في السن الجمهور قاعد يضغط عليه جمهور الرواية خلص الرواية جالسة تعطم في رواية وتسوي منها مسلسلات رخيصة مدني لو فاكرين يا جماعة ولا لا ولكن في أحد حلقات في إخبار هوليوود قلت لكم عن مسلسل جديد animation لتوم برايدر ياب توم برايدر وراح يكون من إنتاج نتفليكس بلا 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 أي وايا السلام وكويس إنك فاكر المهم يا حبيب أنه نزل تريلر جديد لهذا المسلسل لو تحبوا تتابعه وتروا موجود على اليوتيوب وإن شاء الله أني بقدر أحط لقطات منه هنا صراحة أنا مرة متحمس للمسلسل ولكن مشكلتي كمان في نفس الوقت هو إنه من إنتاج نتفليكس وثقتي في نتفليكس صراحة مرة كل العالم ثقتها في نتفليكس بريال ولكن إلى ذلك الحين يا أخوان المسلسل بإذن الله راح يعرض في شهر أكتوبر فننتظر وتشوف وخلونا نرجع لفيلم ديتبول وولفرين شوية كمان تعال 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 لا تخاف ما بحرق عليك تعال تخيلوا يا جماعة أنه في نسخة ممزوجة ما بين ديتبول وولفرين مع بعض كده مطلعين شخصية واحدة كان مفروض أنها تظهر في فيلم ديتبول أند وولفرين أو خلونا نقول كان مخطط أنها تظهر في فيلم ديتبول أند وولفرين ولكن في لحظة ما صناع الفيلم قالوا زحف إيش ذا ديتبول وولفرين ونسخة ديتبول وولفرين ليه وين إحنا فقالوا cancel cancel الفكرة واشتغل على الموضوع الثاني اللي بالي بالك ورسميا يا جماعة تم الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us يعني خلاص شوية production شوية تعديلات شوية تصبيطات ويكون الموسم الثاني جاهز للعرض بحيث نشوفه إن شاء الله في سنة 2025 على أمل أننا نشوف حاجة كويسة ومرتبة إن شاء الله مع أني شفت كم واحد يضحك في التعليقات ويقول الموسم الثاني بيكون ويضحكون أنا ما تضحكون إيش إنه عاطب القصة بتكون أبو كلب ولا قصدكم إنه بيزحفون ألجندة وكذا وبوستر جديد يا جماعة للجزء الثاني من فيلم جوكر واللي رح يعرض بمشيئة الله تعالى في شهر أكتوبر القادم وبالتحديد يوم أربع أكتوبر يعني كمان شهر ونص حاجة زي كذا واحتياطي يا جماعة اسمعوا كلامي وروحوا تابعوا الجزء الأول من جديد لأنه مستحيل تعتمد على ذكرياتك في سنة 2019 صاحي بتنسى والله أشياء كثيرة بتكون ناسية علشان إيش لما ينزل الجزء الثاني تروح كذا وإنت مستعدي وفاكر إيش صار وهذا مين وهذا مين وإيش صار في الجوكر أصلا وكيف تمت صناعة الجوكر وفي خبر غريب والله مو غريب صراحة لأنه صار في كل أرجاء العالم أمازون برايم راح يطلقون نسخة جديدة لمسلسل The Office مش نسخة جديدة أمريكية ولا نسخة مثل الأصلية البريطانية ولا حتى عربية ولا حتى هندية راح يتم إطلاق نسخة جديدة من مسلسل The Office من دولة أستراليا وهذه أول صورة من المسلسل يا جماعة شوف مهما حاولوا يعني الموضوع صار ترتجاري بحت أكثر من أنه فعلا حاجة حقيقية لأنه من بعد النسخة الأمريكية والله ما في أي شيء حرفيا ما بعد النسخة الأمريكية نسخة ستيف كاريل أي نسخة ثانية فإذا بتتابع The Office لا تتابع للنسخة الأمريكية واسمع كلامي وفيلم Inside Out الجزء الثاني يا جماعة الخير وبعد ما قدر أنه يجمع مليار وستمائة مليون دولار أكثر من مليار وستمائة مليون دولار أصبح الآن متاح للمشاهدة بجودات عالية أنا ما عرف صراحة له متوفر على ديزني بلس ولا لا ولكن موجود على الإنترنت بجودات عالية لو حابين تتابعه بس لا تروح تتابعه وأنت ما تابعت الجزء الأول حب أذكرك احتياطي إذا تروح تخش عليك تحسبه Inside Out 2 كذا اسمه الفيلم طيب يا جماعة الخير في لعبة اسمها Borderlands حلو يفترض أنها لعبة مرة مشهورة ولها جمهور وكذا وشعبيتها كويسة أنا ما عرفها صراحة ولكن اللي همنا من هذا الخبر أنه اللعبة هذه نزل فيلم مشتق منها وكان الفيلم بطاقم كبير وميزانية تجاوزت المئة مليون يا واد خسرانين عليه شغل مرة كبير والناس بدأت تتحمس للفيلم بالذات عشاق اللعبة يقلع أم الحماس متى ينزل الفيلم وينزل الفيلم يا حبيبي في السينما وفي أول أسبوع بوم تقييم أربع من عشرة عح وإرادات ما وصلت عشرين مليون وهم خسرانين عليه فوق المئة مليون يعني يوفر فليساتك ولا تروح تتحمس وتتابعه في السينما علشان في البوستر في صورة كيفين هارت انتظر لين ننزل بجودة عالية وشوفه من البيتر يا حلق وفر في ليساعتك لكن المسلسل دارك ما ترى يا جماعة ياب المسلسل اللي طفشتكم فيه كل فيديو تقريبا في الفترة الماضية أرمي لكم كذا سالف عنه حيلو هيا لو ما تابعتوه روحوا تابعوه هذا الجزية الأولى ترى كلها ثمانية حلقات مدر تسسة حلقاته مكتمل موسم كامل أول منتهي أحب أقول لكم أنه تم تجديد المسلسل إلى موسم ثاني لأنه الموسم الأول كان نجاح وامور طيبة أنا بنفسي مبسط فيه مرة فتم تجديد مسلسل دارك ما تر إلى موسم ثاني إلى الآن ما فيه أي تفاصيل متى بينزول متى بيبدأ وتصويره وش الهرجة ولكن قريبا راح نسمع الأخبار بشكل رسمي من المنصة نفسها فيسمع كلامي وتابع الموسم الأول من مسلسل دارك ما تر المسلسل فيه خيال علمي سفر عبر الزمن سفر بين العوالم الموازية يا شيخ حاجة مرة رهيبة أنا مستعد عيد متابعته الحين يا رجل يقول لك مانغا ججيتسو كايزن اقتربت من النهاية كمان خمسة فصول وقراء المانغا راح يعرفون إيش هي نهاية هذا العمل العظيم أنا للأمانة مش متابع للمانغا ومتابع فقط للأنيمي وصراحة عمل خارق وأسطوري عمل صراحة من الأعمال اللي لما تشوفها تعرف منك مقبل على عمل عظيم ولكن أول حاجة يا جماعة مبروك وإن شاء الله أنه النهاية تكون طيبة ومرضية لكم يا قراء المانغا وتكون مرضية لنا لاحقا بعد كم سنة كمتابعين للأنيمي أعمل حسابك يا عزيزي في تويتر ويا عزيزي في إنستجرام ويا عزيزي في السوشال ميديا لما تنزل نهاية ججيتسو كايزن حيكون فيه حرق وكذا وسواليف في السوشال ميديا فأعمل ميوت لكل كلمة لها علاقة ججيتسو كايزن إلى أن تنتهي موجة نقاش نهاية مانغا ججيتسو كايزن وما تنحرق عليه وعليك وفي حالك ما تابعت أنمي ججيتسو كايزن إلى الآن تعوذ من نبليس وسمع كلامي وروح تابع العمل عمل مجنون تشغل الحلقة الأولى بوم انت في الحلقة الأخيرة وعلى طار المانغا برضو مانغا هنتر راح تعود للساحة بعد انقطاعها انقطاعه بس بعد انقطاعات وبالتحديد يوم 7 أكتوبر طيب عودا حميدا يا كوتش ولكن تدروني مش مشكلتي أنا مع هنتر مشكلتي أني أحب هنتر أحب هذا العمل وأقدره جدا ويعتبر من الأعمال المفضلة بالنسبة لي ومستعدة تابع مره مرتين وثلاثة وجمهور هذا العمل مخلصين جدا ومتعطشين للمزيد من القصة هذه ولكن وجع قلبي وقلبكم إنه الكاتب يوم بسنة ما في جدوى الواضح والواضح معاه بالبركة أنا عارف عاد قولوا لي مريضي ووجيه وحاته الصحية متدهورة الله يشفيه وقومه بالسلامة بس فيه ألف طريقة وطريقة أنه يكمل القصة يعني ولكن قناعاته ونحترمها ومرة ثانية عودا حميدا يا مدير ومشاهدة وقراءة ممتعة لكل عشاق مانغا هنتر ولمحبي هجوم العمالقة أو Attack on Titan لا لا تتحمس خلق جالس محلك مرة لا تتحمس هو صح إنه فيه خبر جديد بس مش جزء جديد الموضوع مش زحف ولكن يا جماعة راح ينزل فيلم في السينما لهجوم العمالقة في يوم 8 نوفمبر من السنة هذه راح ينزل فيلم لهجوم العمالقة Attack on Titan طب وش قصة الفيلم وليش الزحم ماذي وش فيه ذهو ماهو شي جديد أبد والله آخر حلقتين من هجوم العمالقة بيضربوها بخلاط وبيطلعوا منها فيلم وبيحطوه في صلاة السينما بس والله ترى ما في حاجة أنا كنت زيك متحمس أو ما شفت هجوم العمالقة فيلم ووح شكلهم بيعدلوا النهاية ولا أي شيء كله زي مؤتي رشة وبس الله جماعة إلى هنا نكونوا صل لنهاية الفيديو قبلوا لايك واشترك في القناة وباكنتم مشترك فعل جرس التنبيهات وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماع والدسكورد وأقناة القصص كل الأشياء هذه موجودة في صندوق رصف كم معكم الوجيه وشوفكم في الفيديو القادم